فأنا دلوقتي في مثلا على سبيل المثال في القرن العشرين ظهرت نظرية ضرور اللي أنا كلمتك عنها في الحلقة الماضية وتسمى بنظرية النسوء والارتقاء اللي بتقول بإن الخلية الأولى تطورت تطورا ذاتيا وكذا وانتقلت من جيل إلى جيل بحسب ما يسميه بالتكيف البيئي الأخيري حتى وصلت إلى الإنسان اللي هو كان قبل الحلقة التي قبله وكانت قردا هذه النظرية لما ظهرت كانت يعني ذات شهرة عالية جدا ويعني أخذها الناس بلهفة وبدأت المؤسسات العلمية والإعلامية والتعليمية تروج لنظرية دارون هذه ترويجا كبيرا إلى حد أن بعض علماء المسلمين يعني أعجب بهذه النظرية وبما حققته من شهرة فبدأ في تفسير القرآن الكريم أو بعض آيات القرآن الكريم في ضوء نظرية دارون وده الخطأ اللي أنا بقوله يا جماعة لأنه بعد ذلك وأنا مثلا بأشير هنا الكتاب الشيخ تنطو جهري جواهر القرآن رحمة الله عليه ارجع له هتلاقي هذا التفسير بيدور حول تفسير كثير من الآيات القرآنية في ضوء نظرية دارون لأن في ذلك الوقت كانت هذه النظرية زياد سمعة يعني حسنة جدا وتسيطر على الأوساط العلمية لكن ثبت بعد ذلك أنها خطأ لأنها كانت لا تزال نظرية علمية إنما لم تتحول إلى حقيقة لأنه عند وجود خطوة الفرض العلم وتطبيقه على أرض الواقع للاختبار النظرية ظهرت أنها غير صحيحة وبالتالي لم تتحول إلى حقيقة علمية وهي ليست حقيقة علمية إذن نحن عندما نتكلم في أمور الدين ونفسر الآيات القرآنية أو حقائق الدين أيا كانت هي في ضوء العلم الحديث إنما نفسرها في ضوء الحقائق العلمية التي رسخت واستقرت وصدقها الفرض العلمي والواقع وأجمع عليها كل الباحثين مثلا على سبيل المساء القول بأن الهواء فيه أكسجين وأن الأكسجين هو المادة التي يتنفسها الإنسان وهي التي تنقي الدم إلى آخره من خلال عملية التنفس مكونات الهواء حقائق علمية مكونات الماء يد 2 ألف حقائق علمية فأنا عندي حقائق علمية لا يمكن التشكيك فيها ثبتت واستقرت وأجمع علي كل علماء التخصص وأصبحت راسخة ثابتة وبني عليها عشرات الحقائق الأخرى فأصبحت حقيقة علمية راسخة في ضوء هذه الحقائق العلمية زي مثلا لما بنقول أن الأكسجين أكسجين يقل في طبقات الجو العليا ويرتفع الضغط هذه حقيقة علمية تم قياسها وتم التحقق منها على أرض الواقع وبالتالي عندما يأتي مثل قوله تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني كلما يصعد في السماء في طبقات الجو العليا يضيق صدره ويتنفذ بصعوبة أستطيع أن أفسر هذه الآية في ضوء هذه الحقيقة العلمية التي تقول بأن الأكسجين يقل في طبقات الجو العليا ويزداد الضغط وبالتالي يتنفس الإنسان في الطبقات العليا من الجو بصعوبة ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا بأس في مثل هذا التناول طبعا أنا بجيب مثال للتوضيح إحنا طبعا كلامنا كله يبقى على وجود الله وهنجيب حقائق علمية من الكون ونثبت بها ما نريد أن نثبته لكن مثال للتوضيح أن إحنا يا جماعة لما بنيجي نستند في أمور الدين وفي حقائقه وثوابته في تفسيرها أو في التدليل عليها في التدليل عليها وإقامة البرهين على صحتها نستند في ذلك على الحقائق العلمية التي رسخت واستقرت وليس على النظريات العلمية التي لا تزال في طور التجريب ترجمة نانسي قنقر